وضعك المختلف له ايجابيات ولو سلبيات نتكلم الاول عن الايجابيات يعني ايه الايجابيات اللي انت بتشوفها في كونك اطول رجل في العالم وان انت حصل علاقة بموسوعة جنس كاطول رجل في العالم وان انت ماشي كل الناس بتبصلك بعظمك انا من تحت الفوق ايه الايجابيات اللي وضعك بيمثلها طبعا معلش بس احنا ملستنى بعض الثواني عشان فرق الترجمة انا طبعا كنت اتمنى ان كل الناس تبقى قدي كل الناس تبقى في نفسه طولي لان طبعا انا ببص عليهم من فوق دا كده هود بيبقى شيء بالنسبالي صعب جدا تمام السلبيات اكيد في سلبيات في اماكن ما بتعرفش تدخلها في بعض الناس ما بتعرفش تتعامل معاها ايه المعوقات اللي انت كنت ساعتها تقول لا اتمنى لو كنت عادي زي الناس انا عانيت كتير جدا لان طبعا بما اني طويل قوي كده هود فبالتالي ما بقدرش ان انا اركب عربية عادية وطبعا اكيد ايه اعادي من اي باب عادي ما بقدرش عادي ايه اطلاف اسنتير ما بقى لقيش فبالتالي ايه انا ما بليش سرير على قدي انما طبعا جوتي بما ان هي حجنونة صغنونة اوي فبالتالي تقدر ان هي تعيش بشكل طبيعي وعادي اشتركوا في القناة